راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا اهلا ومرحباكم مستمعي راديو دبنغا الهائزة في برنامجنا اليوم الاربعاء خمس طجر من شهر ستة سنة 2022 اجتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة ولكن في البداية بنتتم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها ارتفاع عدد ضحايا احداث كلبوس بولاية غرب دارفور الى اكثر من 140 قتيلا ونزح 50 الف وحرق 25 قرية وفقدان 10 اشخاص انطلاق مؤتمر الصلح بين الرزاقات والمسيرية في كنينة باشراف الدعم السريع ومحللون يعتبرون الدعم السريع غير مؤهل لتنظيم المصالحات اختصاب طفل من زويل اعاقة وطفل في كادوغلي بجنوب كردوفان ووافأة واصابة 12 من المعدنين الاهليين في الولاعة الشمالية المكون العسكري والجفه السوري يتفقان على حوار من مرحلة واحدة واجتماع حاسم للحرية والتغيير لاجازة رؤيتها حول انهاء الانقلاب الآن الى تفاصيل النشرة من الراديو دابنقا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا قالت الامم المتحدة ان احداث كلبوس بولاية غارب دارفور خلفت اكثر من 125 قتيلا و117 جريح وحرق 25 غارية ونزوح 50 الف شخص وقال مكتب الامم المتحدة لشؤون الانسانية اوشا في تقرير ان النزاع بين القمر والعرب الذي حدث في كلبوس بولاية غارب دارفور في الفترة من 6 الى 11 يونيو الجاري ادى لنزوح 50 الف شخص داخل محلية كلبوس والى محليات سيربا وجبل مون في غرب دارفور والسيريف وسرف عمرة في شمال دارفور واشار التقرير الى حرق ونهب 25 قرية كليا وجزئيا في محلية كلبوس خلال الاحداث ونوح التقرير الى اصابة 117 من القمر بجانب اختطاف تزعة اشخاص قال نائب المدير التنفيذي لمحلية كلبوس بولاية غارب دارفور عباس مصطفى ان حصيلت قتل احد اطراف الصراع في قرى كلبوس ارتفعت الى 111 شخصا وكشف عباس مصطفى في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دابنقا عن فقدان نحو 10 اشخاص وحرق 6 قرى كليا ونزوح الالاف الى خمسة مناطق ايواء في كلبوس وقال عباس مصطفى ان السلطات تمكنت من السيطرة على العوضاء عبر نشر قوات عسكرية ضخمة قوامها 180 عربة ودع المنظمات للتدخل العجل وتوفير مواد غزائية وايواء للنازحين واضاف نائب المدير التنفيذي لمحلية كلبوس بولاة غربي دارفور عباس مصطفى في هذا الخصوص الغراء المحروقة هي أكثر من 6 غراء المحروقة بجينا تترنى الغراء وتم انتجار الغراء في كل المناطق المستحية في 5 غراء تم انتجار الغراء ونحن الأحد ما تبقى لدينا جانب الإنساني جانب الإنسان الدولي إن بوصي أقوالنا في المنظمات وأقوالنا في الأحال يعني العجين إنه يكون كتدخل السريح في إحراء الدارة المكتاة يعني صورة عجلة قالت مفوضية العون الإنساني بأولاة غربي دارفور أنها قدمت معينات غزائية وإيوائية لمتضرر لمحلية كلبوس بالوحدة الإدارية دار مطاء بتجمع قرى وري وري يوم الاثنين وأوضح أن المساعدات شملت مواد غزائية فرشات بطاطيم مشمعات بجانب أدوية ومعدات طبية لمركزي عدوى ووري وري وقال مفوض العون الإنساني بمحلية كلبوس الأستاذ أبو بكر حسن أن عدد النازحين بلغ أكثر من 12 ألف أسرة موزعين على تجمعات قرى وري وري وأدوى وأبو جوك وأضاف أن عدد القرى المتضررة بلغ 25 قرية فيما تضم قرى وري وري حوالي 6 ألف أسرة من جانبه قال الأمين العام لشورى قبيلة القمر أباكر التوم أن عدد القتل في صفوفهم خلال أحداث محلية كلبوس ارتفع إلى 120 قتيل بعد العسور على جسامين تزعت قتله وطالب أباكر التوم في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا بالتحقيق الدولي في الأحداث ووصف ما جرى بالإبادة الجماعية ونفع نشر أي قوات عسكرية في القرى المتضررة بسبب الأحداث والتي تبلغ 25 قرية وأشار إلى نشر قوات من الدعم السرعي في المناطق التي تهمها بالضلوع في الأحداث إلى نفوق 3 ألف راس من الأبقار و5 ألف راس من الضام ونفع استلام النازحين في قرى كلبوس أي مساعدات إنسانية ولم يتم استلام أي مساعدات إنسانية وأضاف بكر التوم في هذا الخصوص كشفت شبكة المساواة النوعية بولاية جنوب كردوفان عن اقتصاد طفل وطفله في كادوغلي وقالت لمياء الفاتح من شبكة المساواة في تصريحات لراديو تبنغ أن طفله عمرها 13 سنة من زويل إعاقة تعرضت للاختصاب في كادوغلي يوم الاثنين وأشارت إلى أن طباء مستشفى كادوغلي رفضوا التعامل مع الحالة بحجة الإضراب قبل أن يتم نقلها إلى مركز خاص من جانبها قالت امتسال أبدالفراج ناشطة في مجال الأسرة والطفل أن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات تعرض للاختصاب الكامل بواسطة متشرد تم ضبطه وتسليمه لوحدة الأسرة والطفل قبل أكثر من أسبوع وأضافت في هذا الخصوص تم الاعتداء عليها من زول بالغ المرة الأولى شافوه نسوان من الحلة وحاولوا أنه يبعدوا عنها بعد ما حسب أنه الناس مشوه رجع تاني حاول أنه يعتدى علىها للمرة التانية وكانت بتصرح ولمت الناس هي طفلة صغيرة عمرها 13 سنة وفي نفس الوقت أنها زولة يعني معاغة ذهنيا ومعاغة جسديا يعني ما حمل أنه يجي زول راشد بالغ يعتدى علىه والأدحى والأمر توفى أربعة معدنين أهليين وأصيب تمانية آخرين حالت ثلاثة منهم حرجة بسبب انهيار منجم بمنطقة المراحيم ثلاثة جبال في محلية حلفة بالولايات الشمالية يوم الاثنين وأشارت الشركة السودانية للموارد المعدنية إلى انهيار البعر على ستين معدنين يمسلون عمال وردية كاملة في المنجم وقد تمت مواراة الجسامين بمقابر الحي الرابع بمدينة حلفة وتدوين بلاق بقسم شرطة المدينة اتفق المكون العسكري والجبهة السورية على حوار سوداني سوداني من مرحلة واحدة في الوقت الذي تنص فيه مبادرة الجبهة السورية على حوار من عدة مراحل وقال الفريق إبراهيم جابير في تصريحات صحفية بعد اجتماع لجنة المكون العسكري بقيادة حميتي وكباشي مع ممثلي الجبهة السورية يوم السلساء أن الطرفين اتفقا على دعم الآلية السلاسية وقيادة الحوار عبر لجنة وطنية تضم جميع الأطراف وأشار إلى أن الاجتماع أكت على تنفيذ اتفاقية سلام جبه وعضاف إبراهيم جابير في هذا الخصوص خلص الاجتماع إلى التأكيد على أن يكون الحوار سوداني سوداني مباشرا وأن يكون الحوار مرحلة واحدة تم التأكيد على دعم الآلية الثلاثية لتيسير الحوار تم التأكيد على قيادة الحوار ورئاسته بواسطة اللجنة الوطنية من جانبه قال أسامة سعيد المتحدث باسم الجبهة السورية أن الطرفين اتفقا على أن يكون الحوار سودانيا شاملا من حيث الأطراف والموضوعات وأكد أن الطرفين اتفقا على دعم الآلية السلاسية كمساشل للحوار عبر إدارة سودانية تتشكل من كتل المرشحين للحوار وأشار إلى تشكيل لجنة من المكون العسكري والجبهة السورية لمناقشة قضايا الحوار وقال أن الاجتماع أكد على ضرورة الإسرعى في التوصل لاتفاق والتوجه بنية صادقة لحوار ينتج حلا سياسيا وأضاف أسامة سعيد تم التوافق على أن الحوار يجب أن يكون حوارا سودانيا شاملا شاملا من حيث الأطراف ومن حيث الموضوعات وهذا يتسق مع ما ورد في مبادرة للجبهة السورية السودانية باعتبار الجبهة السورية السودانية طرف من أطراف الحوار وفي الأثناء عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يوم السلساء اجتماع وصف بالحاسم لمناقشة رؤيته وأوضحت مصادر أن الرؤية المجازة سيتم تسليمها للآلية السلاسية والمجتمع الدولي والمكون العسكري انطلقت يوم السلساء بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور فعاليات مؤتمر الصلح بين الميسيرية والرزاقات حول أحداث جبل مون والذي نظمته لجنة السلم والمصالحات بقوات الدعم السريع ووصف الصحفي على الدين بابيكر مؤتمرات الصلح القبل بأن هذا تطابق احتفائي أكثر من تقديم حلول فأوضح أن قبل نتصراعات امتدات لسياسات النظام البائد من أجل توسيع رقعة الصراعات وقال أن قوات الدعم السريع غير مؤهلة لتنظيم مؤتمرات الصلح بسبب الاتهامات التي توجه إلى منسوبيها بالضلوع في الصراعات مؤكد أن منسوبي الدعم السريع والشرطة والجيش وقوات الحركات المسلحة ينحزون لمكوناتهم عند اندلاع الصراعات وأضاف على أدين بابيكر في هذا الخصوص المبادرات دي كلها قاين بها الدعم السريع أنا أعتقد أنه ما موحد لنجوم بالمبادرات دي للاتهامات التي تتعرضوا يعني أنه ما ممكن تكون متهمة في نفس الوقت تكون صاحب حل أعتقد أنه إذا ابتعد عن تقديم الحلول وهذا طويل الحلول يعني يا هل الأشياء المراسمية البرتقولية دي ما بتحل مشكلة أعلن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أن تكوين فريق فني من المقتصين بالبيئة وإرساله إلى مدينة بورت سودان للوقوف على الآثار البيئية المتوقعة للتصادم بين سفينتين داخل ميناء بورت سودان الشمالي وأكدت الدكتورة مونع علي محمد أحمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية عدم وجود تسريب زيت حتى الآن من جانبه قال الصحفي أمين سينادة في مقابلة مع جولة سودان اليوم في راديو دابنقا أن حدوث عدد من الأحداث في المواني في أوقات متقاربة مسير للانتباه واعتبر ذلك إحمالا متعمدا للميناء بغرض التخلص منه عبر الخصخصة من أجل تحقيق مصالح أطراف خارجية كشفت لجنة أطباء السودان المركزية أن حصر 15 حالة إصابة خلال قمع مواكب 13 يونيو في الخرطوم وأشارت اللجنة في تقرير ميداني إلى أن من بين الحالات إصابة في العين وإصابة في الرأس بعبوبة غاز مسير للدمع بجانب حالتي دهس بعروات تدبع للقوات النظامية وحالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوبات الغاز المسير للدمع والرشق بالحجارة والتدافع وحالات اقتناق بالغاز المسير للدمع وأوضح التقرير أن الخرطوم سجلت 10 إصابات وأم درمان 5 إصابات أكدت لجنة إضراب وزارة المالية في ولاية جنوب دارفور أن نسبة نجاح الإضراب يومي الأحد والاثنين بلغت 80% وانتقدت اللينة في بيان محاولات كسر الإضراب في البورصة وكذلك محاولات الإدارة العليا بجانب بعض الموظفين من الإدارات الأخرى للعمل في البورصة كما اتهمت مدير عام وزارة المالية بالسعي لإحداث شرخ بين الموظفين وأدانت تهديدات العاملين وترهيبهم ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع وفي ولاية كسل نفع تجمع الهيئات النقابية رفع الإضراب يوم الثلاثة بعد تصريح دوالي الولاي المكلف بالاستجابة للمطالب ورحا رفع الإضراب بدعوة الوالي المكلف المكتب التنفيذي للاجتماع ومعرفة طبيعة الحلول التي توصل إليها وفي ولاية البحر الأحمر رفع العاملون بوزارة المالية إضرابهم الذي استمر ليومين بعد موافقة الحكومة على صرف المستحقات المالية وفي ولاية جنوب كردوفان دعت اللجنة المطلبية لعمال وعاملات الولاية جميع العاملين والعاملات لحضور الوقفة الاحتجاجية بوزارة المالية يوم الأربعاء للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي الخبر الأخير في النشرة أطلق مسلحون النار على مواطن أمام منزله في حي الوادي بسرف عمر مساء الاثنين في محاولة نهب مسلح وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنغ أن ثلاث مسلحين يستقلون مواطر أطلق النار على الشاب أكرم قرن أمام منزله مما أدى لإصابة العربة وأشاروا إلى أن المسلحين حاولوا نهب ممتلكاته وأمواله إلا أن خروج الجيران أدى لفرارهم قبل اكتمال عملية النهب مستمعي راديو دبنغل آئزة بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة